الله عليه وآله ومن ولاه يؤصل للبشرية المنهج التربوية الذي يزكي النفوس ويهذب المشاعر ويهذب الأخلاق ويضبط الشهوات الكامنة ويضبط الغرائز الهاجعة حتى لا تستثار فيقول وفرقوا بينهم في المضاجع نعم فرق بين الأولاد الذكور في المضاجع وبين البنات في المضاجع فلا فرق بين الصبي والصبية في الحكم باتفاق إلا إذا دل الدليل على الفارق بين الصبي والصبية في حكم من أحكام الشرع فانتبه معي قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع والله العظيم أسأل أخا فاضلا أعرفه عن ولده وأنا أعرف ولده وهو شاب في الجامعة فأقول الرجل المحافظ على الصلاة صلاة الفجر فقال له يا فلان أين ولدك أين الولد لا يصل الفجر قط يعني قد يكون الولد في السن المعينة يصحو يستيقص صلاة الفجر وقد يضيع الصلوات في صلاة الفجر في بعض الأيام وقد تنادي عليه مرارا وتكرارا ولا يستجيب إلى آخره لكن هذا فأقول لا يأتي الولد أبدا أذهلني الرد لم يقل مثلا والله أنا أوقظ الولد لكنه لا يستيقظ أو أخشى أن يؤخرني أو إلى غير ذلك وإنما قال أصلي لسة صغير يا شيخ قلت له فلان فلان قال له آه فلان تولد الوافسنة إيه قال له نفتني كلية لسة صغير الوافل لسة صغير خيف تصحيل صلاة الفجر وتزعم أنك رحيم به والله أنت في غاية القسوة والله أنت أب في غاية القسوة لا تتوهم أنك رحيم بولدك وإنما أنت في غاية القسوة إن لم توقظ ولدك لصلاة الفجر بقدر ما استطعت بقدر المستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أيقظ الولد اجتهد في أن توقظ الولد لصلاة الفجر بل على الوالد أن يتق الله تبارك وتعالى وأن يعاقب الولد على ترك الصلاة وتضيعها إن بلغ العشرة هذه مرحلة التعليم للصلاة علموا أولادكم الصلاة هم أبناء سبع طب وقبل سبع سنين مولانا منفعش لا ينفع درب الولد وعود الولد بفضل الله جل وعلا سترى طفلك ابن الثانية يقف إلى جوارك ليقلدك في الركوع والسجود سترى طفلتك التي لم تبلغ الثالثة من عمرها تلبس على رأسها خمارا وتقف لتقلد أمها إن رأت أمها مجلة مبجلة مقدرة للصلاة محافظة على الصلاة نعم فدرب الولد على الصلاة قبل ذلك يركع ويسجد لا حرج أن لا يواظب على الصلوات في هذا السن قبل السابعة أو أن يخل بحكم الصلاة أدربه وعلمه ولا تشق عليه قبل السابعة لأنك لست أحرص على تعليم الولد الصلاة من رسول الله علموا أولادكم الصلاة هم أبناء أساب فلو دربت الولد على الصلاة قبل هذا السن فهذا شيء جميل لكن لا تلزم ولا تشق عليه لأنني أرى قسوة أيضا من بعض الأباء في هذا الجانب وقد يشب الولد كارها للصلاة بسبب غلظة أبيه وفضاظة أبيه وضرب أبيه له على الصلاة هو في الرابعة من عمره وهو في الخامسة من عمره هذا خلل وهذا خلاف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الولد على ترك الصلاة إلا في العشرة لا تضرب الولد على ترك الصلاة إلا في العشرة من عمره هكذا قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى واضربوهم عليها أي على تركها وتضيعها وهم أبناء عشر سنين هذا هو سن التعليم بل وستعجبون إذا قلت لكم لقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حريصا بنفسه على أن يعلم الأولاد وأن يعلم الصبيان ولم لا وهو الذي كان حريصا على أن يعلم الأمة كلها وكان حريصا على أن يعلم البشرية كلها أولم تقرأ معي قول الله له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يا الله هذه تقال لحبيبنا تريد زينة الحياة الدنيا نعم لماذا؟ لأنه كان حريصا على هداية الكفار والمشركين إلى هذا الحد فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا على الآثار مش حتى على الأشخاص يعني هو حزين على آثارهم حين يعرضون ويولون عن الله جل وعلا فكيف بحزنه على أشخاصهم وذواتهم لا إله إلا الله إلى هذا الحد كان حريصا على تربية الأولاد على تربية الصبيان بل من جميله ما قرأت ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والتنمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما وبالمناسبة ثاني وتالت وتلاتين ألف إحنا بنحب الحسن وبنحب الحسين وبنحب الزهراء فاطمة ونحب علي ونحب ابن عباس ونحب آل بيت سيد الناس وأنا أقسم بالله ما في على وجه الأرض من يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأهل السنة أبداً نحن نتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله هو فيه مسلم على وجه الأرض عنده إسلام وعنده عقل يقول أنا لا أتقرب إلى الله بحب آل بيت نبينا وحبيبنا حاش لله بل نقول بملء الفمي وأعلى الصوت علي مولانا علي مولانا ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه فعوزك تخلي بالك أوعى تستمع إلى كلمات أناس يطرون فيها على علي رضي الله عنه إلى حد التقديس أو الألوهية فيمنعك هذا من أن تثبت الحق المثبت بدليل ترجمة نانسي قنقر